أدانت مصر الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى والتي تقوم بها عناصر متطرفة يهودية على مرأة ومسمع من قوات الاحتلال الإسرائيلية وأكدت وزارة الخارجية على أن استمرار مثل تلك الخروقات وفرض القيود على حركة المصلين الفلسطينيين وأدائهم للشعائر الدينية والمحاولات المستمرة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بالقدس يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يقود من فرص تحقيق التسويات العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين وحضرت الخارجية في بيانها من الخطورة البالغة لاستمرار الممارسات الاستفزازية في محيط المقدسات الإسلامية بالحرم القدسي الشريف لكونها تزيد من حالة الاحتقان وتؤجج العنف وتضع المزيد من المعويقات أمام الجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام ظهر